من خلال دراسة وشغلة اللي بعضو بيعتبروا بيقدملي خبرة متواضعة يعني إنه العملية التنموية اللي هي نحنا بحاجة لإله بشكل دائم يعني مش لمرحلة معينة لحتى نتطور أكتر ونصير بمجتمع أفضل هي عملية متكاملة يعني ما في المجتمع المحلي لوحده يشتغل ولا البلدية لوحده نحنا بحاجة لتعاون تكون في البلدية هي الداعم والحضن يعني ويكون المجتمع المحلي وخصوصي بنحكي هون الشباب هو المحرك الأساسي لأنه بالنهاية هن اللي عم بيعيشوا الوضع يعني هن فهميني شو مشاكلهم شو حاجاتهم شو بدهم شو الحلول اللي بيتمحولها يمكن هن يعطونا أفكار يعني ممكن يعطي المجتمع المحلي أفكار يعني غير ما يعطيها البلدية يكونوا ناشحين والأهم من هذا وكله بالتنمية مش بس تشارك بالأفكار بين بلدية والمجتمع وإنما أيضا بالتطبيق وبالممارسة وبتنفيذ المشاريع يعني لازم يكون الناس عم بتشارك بتحس بقيمة الشي اللي عم تعمله تتحافظ عليه لأنه أهم شي تحافظي على الشي إذا بدي يقول صعوبات بيترابلوس يمكن نحنا عنا بعض المجتمع المدني مش متبلور كتير لأنه موضوع حتى الشباب عنا نسبة شباب مرتفعة وجمعيات كتير بس عم بيكون مشاركتهم مش بيصنع القرار عم بيكون مشاركتهم بتنفيذ القرار وربما بالتنشئة اللي بنربع ليا بوضع بلبنان بنربع على التبعية أكتر ما نربع على أنه نحنا نطلق أفكار فبتلاقي مش كتير في تنسي في تجارب ناجحة الحمد الله يعني بس ربما كمان من ناحية تانية لأنه التشارك مع البلدية بين مجتمع المحلي بيحاجة لعنصر تطوع وهلأ الشباب اللي بيكونوا عم بيدرس وبدوا يشتغل وما عندوا وقت يعني يتطوع وثقافة التطوع مش موجودة وممكن من ناحية تانية يلقي أنه عندهم ثقافة تطوع وحبين بس البلدية مش متعاونة لربما عندهم فكر معين لأنه أغلبية اللي بيستلموا البلدية بيكونوا كبار بالعمر فمش قادرين يوصلوا للفكر الشبابي هو لكون صريحة يمكن بمجال دراستي أخدنا كل الإشياء التيورية اللي أخدناها بالترينين بس الشي الحلو أنه يمكن ذكروني بالمفاهيم لأنا كنت نسيتها يعني مثلا أنا خصوصي بحكي عن موضوع المركزية والليمركزية الحصرية والليحصرية هولي مواضيع شائكة ربما وبعد ما وصلتنا كتير خصوصي نحنا بمرحلة عم يعني عم نتقاطي حتى نوصل للمركزية شو قدمتلي قدمتلي كمان التجربة ربما تشارك مع أصحاب ورفقة وأعمل علاقات مع ناس من مختلف البلدين ويمكن فادوني بأفكار صراحة يعني في أكتر من بلد عرفت عليهم عندهم أفكار ومشاريع عملوها ببلدهم وناشحة فربما تكون يعني كمان تجارب نقدر نطبقها بطرابلس لأنه كمان على حسب البيئة اللي فيها فكانت العلاقات المعلومات كانت عم تنعطا بطريقة كتير علومات غنية وطبعا التجارب اللي مع غير جنسيات مهمة كتير أكتر تجربة هو في كتير لازم أفكر يعني في كتير تجرب كانت حلوة هو فيه شي تجربة يعني ربما تكون بعيدة شوية عن موضوع الشراكة بالعمل البلدي بس عجبتني تجربة مصرية بتأسيس أحزاب هي لها طابع ديني بس مش ديني تطرف يعني ممكن يكون شخص ملتزم بس قادر يعني فوت بحزب ديني بس مش هلق التطرف نحنا عنا بلبنان أحزاب والتيارات الإسلامية مثلا يعني كلها إسلام كلها من نفس الطائفة من نفس المذهب عجبتني تجربة حدا حكي عليا يعني اسمهم سلافيو كوستا والغريب إنه فيها من كل الطوايب وبيشتغلوا سوا فاكتير حبات من تجارب بين الشباب والبلدية حبات مشروع بلدية الظل يلي هي لازم ترجع تطبق عنا بترابوسيا كانت مطبقة بس يعني دخلت السيسي عليها فممكن نرجع نعيدها بس بإطار مختلف بلدية الظل هي عبارة عن إنشاء مجلس بلدي شبابي يكون بيلعب دور الرقابة على البلدية الحقيقية يلي هي من الكبار والسلطة المحلية وبنفس الوقت شريك بيصنع القرار وبيل قبول على المشاريع أو رفضة فيعني بيصير الشباب بيحس حالوا إنه أنا برفض مشروع وبقبل مشروع وبشارك بيصنع القرار فهيدا مشروع كتير مهم لو يطبق بكل المناطق هكيا بيكون ممكن من خلاله نتدرج ونطلع بكل المشاريع اللي حكيوا عنا يعني بدي أقول مرسي للمنظمة المدن مرسي لأنا ليند لأنه مشروع رائع وإن شاء الله بيكفوا فيه لأنه بيجمع بين كل هالبلدين وهلقات خبرات والتنظيم رائع يعني عن جد اتكلفتوا بكل شي على كل الأسعادة فيعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر